السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدري لبس عليكم كنتمنى الأمور ديلكم تكون باخر وعلى خير انتم ما تشاهدوا الفيديو ديال اليوم اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو جيتكم بطريقة لتحضرو بيها كيك بالطبقات او لالترنش كيجيو رائعين بزاف اقتصاديين وطبارك الله ركتخرج لنا كيميالي هي كتير غادي نحضر ان شاء الله هاد لترنش بجوج حبات من البيض كيف ما كتلاحظوا معاي هذا والشكل ديالهم بصراحة كيجيو لداد 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 بزاف كنصحكم تجربوهم لوليداتكم والعائلة ديالكم ولكنوا جايينكم ضيوف فاكيد غادي احمقوا عليهم وغادي يطلبو لكم المكونات ديالهم لانهم فعلا اقتصاديين ان شاء الله غادي نشاركو معاكم بالتفاصيل طريقة ديالة حضار الكيك والكريمة شو درت فيها بجة الديدة وقلاصاج اللي كيجي لامع بدون جيلاتين بدون شوكولاتة كنسبق لي وحضرتو معاكم مش حال هادي في القناة المهم ان شاء الله غادي نشاركو معاكم اكيد في هذا الفيديو قبل ما دزون تعرفوا على الوصفة ديال هاد لطرنش اكيد غادي نقطع لكم باش تشوفوا معايا القوام ديال الكريمة وديال القلاساج والكيك فبصراحة كيجيو لداد المزاف وبالنسبة الاخوات اللي كيقولوا لي نشارك معاهم طورتات قلاسي فان شاء الله حتي دوز راس العام وان شاء الله غادي نشارك معاكم مرة 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 حلوية ديال الكريمة او لطورتات اللي كيجيو باردين فبصراحة انا ما كان احتفلش برأس سانة بنسبة لهاد لطرنش او لحلويات الكريمة اللي قدمت لكم هاد الايام بصراحة كانت صوبهم شحل مرة في العام ما كانت سناش حتى تكون شي مناسبة فكانتش هاهم بعد المرات سواء طورتات باردين او لطرنش وكان قدمهم اللعائلة ديالي بنسبة المكونات الكيك فقد نحتاج هنا يا جوج ديال البيضات اللي الحجم ديالهم كبير بنسبة البيضة واحدة لقيت فيها جوج ديال السفر المهم كان اكد عليها ضروري ديرو جوج ديال البيضات اللي الحجم ديالهم كبير عندكم البيض صغير ديرو تلاخد الحبات ازد عليهم كيس ديال السكر الفانيلا كاس ديال السكر سانيدا وقبصة ديال ملحة غادي نخلط كل شي بالخلاط الكهربائي حتى كيضعف لي الحجم ديال البيض وكيولي اللون دياله بيض مباشرة كنضيف هنا يا كاس لارب ديال زيت نباتية كنضيفوها بالتدريج وحنا كنخلطو اللي ما عندهاش طراب الكهربائي فقط استعملو الطراب اليدوي حتى كتحسو بالخالط ديالكم ضعفو اللون دياله بيض هنايا غادي نحييد الخلاط الكهربائي وغادي نضيف هنا يا كاس ديال الحليب اللي يكون في درجة حرارة ديال المطبخ كنضيف هنا يا كيس واحد ديال كاكاو نمر مع كاس ديال تقيق الابيض بالنسبة لكيميا ديال كاكاو اللي غاستعمل في هاد الكيكا هو جوج ديال الاكياس ما يعادين جوج ديال معلق في اللول كنضيف كاس ديال طحيل مع كيس واحد وغادي نضيف الكيميا الاخرى لتبقى تليا ديال تقيق غادي نزيد كاس اخر مع الكيس تاني ديال كاكاو المر اللي عندها ديال العبر فكتديرو جوج ديال معلق كبر وضروري تغرب لوحدة الكاكاو باش هكا ما كتشكش لكم دو كل كوايرات في الداخل ديال ديال كيك ديالكم من بعد غادي نضيف جوج ديال الاكياس ديال الخميرة ديال حلويات الوزن ديال كل كيس هو 8 جرام يعني في المجموع ديال هاد الكيك هو 16 جرام اللي غادي نديرو ديال الخميرة ديال حلوة بالنسبة للكيميا ديال الدقيق فدائما هاد جوج ديال حبات ديال بيت مع هاد المقوينة ليدرس معكم كتاخد ليا غالبا جوج ديال كيسان ديال الدقيق انتوما اخواتي لحسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم اخر حاجة كنضيفها هي تقريبا واحد معلقة كبيرة الخل البيض او للخل العادي مباشرة هنا ياخديت لطة ديال الفران اللي فرشت لها ورق زودة بالنسبة القطر ديال هاد هاد اللطة فيها 30 على 40 بالنسبة لاخوات اللي كيهمهم الامر وبغاو العبر ديال هاد اللطة كنفرغ عليها الخالط ديال كيك بها تشكل شتو معي القوام ديالور ما كيجيش تقيل قادي نحاول نوزعو على اللطة وندخلها ان شاء الله الفران اللي مسخنا من قبل على درجة حرارة 180 كنديرو كيطب من الاسفل وكينتافخ من بعد كيطب غيشي شوية من الفق وكنخرجو كيف كاتعرفو بالنسبة الكيك اللي فيه الكاكاو نحاولو ما نحمروش بزاف باش ما كيجيناش ناشف بالنسبة للسيرو غادي نحضرو هنايا بكاس ديال ماء نص كاس ديال سوك كارسانيدا وشوية ديال قهوة سريعات الدوابن كنخلي فوق العافية غيش شوية كيغلي من بعد كنوضعو في الكاست هنايا عندي اخواتي بالنسبة الكيكا راني خرجتها من الفران كنتقبها كامل بالفرشيطة وضروري واحد فيهم يكون سخون والاخر يكون بردية اما الكيكا كتخرجوها كتبرد عاد كتحضرو السيرو او لا تيكون العكس هنايا غادي نفرغ عليهم مزيان هادك السيرو نسقيها مزيان وغادي نخليها في جلب حتى كتبرد بعد ما كتبرد عندي الكيك غادي نوجد هنايا الكريم اللي كتجيل دي دا وقتصادية غادي نحتاج هنا يجوج دي الكيسان دي الكريمة السائلة انا كنستعمل دائما هاد النوعية فبصراحة لدي دا بزاف وضروري تكون برده ضفت عليها كيس دي الكاكا والمر وثلاثة دي العلب دي لطانة شوكولات او للياغورت بالنكها دي الشوكولاتة هاد الكريمة كتجي غزالة غزالة بزاف اللي بغا تضيف حتى معلقة كبيرة دي الشوكولاتة دي لدهن تكون نوعية جيدة فتقدر تضيفها ومن طبيعة الحال كل شي كنديرو في المجمد مدد 10 دقيق عاد كنطلعو الكريمة دي النبج كنطلع بسرعة وحتالي معداش للخلاط الكهربائي هاد الكريمة دي الأولى لا فبصراحة راكت طلع بسرعة ديرو الخلاط اليدوي حتطلع لكم الكريمة وما تديروش بحالي غادي ترون لكم كل شي فوق سطح العمل بالكريمة بعد ما كتطلعوها كيف ما غادي تشوفو معي فبصراحة كنت كندير واحد الحيلاش حال هادي كنت كنغطي هاد الإناء بالبلاستيك الغذائي وكندير فيه واحد توقف الوسط وكندخل فيه هادوك ديال طره بالكهربائي وكندخل على الكريمة ما كتطرش بانتاشي حاجة نصافي هنا يا مباشرة غادي ندير الكريمة كطبقة ثانية من فوق من الكيك وكنأكد عليكم ضروري تخليوا الكريمة ديالكم باردة وتخليوا الكيك ديالكم حتى كي يبرد حيتي لادرتوا الكريمة على الكيك ومازال سخون اكيد غادي الدوب لكم وبالنسبة لهاد الكيميا اللي درت معاكم ديال جوج ديال الكيسان فراك فاتني باش ندير طبقة لتكون لبأسة بها من فوق ديال كيك وخليت كيميا لي هي قليلة باش غادي نزين هاد لترنش في الاخر هنا يبعد الموزات الكيميا اللي عندي ديال الكريمة غادي نحاول نصرحها مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا لأنا غادي نوضعه فوق منها القلاساج وغادي نمسح هادوك الجواني بالبابي باش هكا اخواتي من لنجي نوضع القلاساج ايجيوني هادوك لترنش القيل من الجواني من بعد غادي نغطيها مزيان بالبلاستيك الغدائي ووضعوها في المجمد اللي عند هالوقت فكتخليو هاد الكيك مع الكريمة كتخليوها كتبات ليلا كاملا في المجمد الى ما عندكمش الوقت فاقل الوقت اللي ممكن تحطوها عد زينوها بالقلاساج هو ساعتين بالضبط الى خليتوها قل من ساعتين فاكيد الكريمة ما غاديش تمسك لكم في المجمد غادي نديران شاء الله في المجمد حتى كتجمد لي هاد الكريمة ونتلقاو واش نحضروا القلاساج مع بعضياتنا قلاساج اقتصادي وكي يجي بنين بنين دزاف غادي نحتاج لي هنا يكاس لاروب ديال كاكاو بنسبة الاخوات اللي غادي بغيوا يحضروا هاد الكلاساج فضروري انكم تستعملون نوعية جيدة ديال هاد الكاكاو إلا استعملتو النوعية اللي خيبة غادي يعطيكم مدق اللي خيب درت في كاس رونا كاس اللاروب ديال كاكاو كاس اللاروب ديال حليب وكاس اللاروب ديال السكر سانيدة ونصف كاس ديال الزيت هاد ومال مكونات فقط ديال هاد الكلاساج كتخليو على النار حتى يغلي غير واحد شوية ما تخليوش يغلي مدلية طويلة مباشرة بعد ما غلاليه جبت هاد اللاطا من المجمد وخليت هاد القلاساج حتى يدفع غير واحد شوية وخاكي بليكم البخار لانا الكريمة عندي جامدة وكنخوي عليها هادك القلاساج شوفوا معي اطبارك الله كيفش كيسيح وفي نفس الوقت اخواتي كيجي لامع بزاف حاولوا ما تخليوش حتى يبرد لانا غيصعب عليكم انكم توزعوا من الفوق ديال هاد الكريمة سوف يتنقذ هاد الشكل اللي كتلاحظوا معي بنسبة الجوانب اللي يبقوا فكندير فقط الملعقة به هاد طريقة اللي كتلاحظوا معي المهم انكم تخدموا مزيان هاد القلاساج بسرعة لانه غدي يجمد لكم ملاطع تلطو وبشوفوا معي تبارك الله راح حاولت انا ننبي لكم اليد ديالي را كيجي لامع بزاف وكيف ماشتوا معي رابدون جيلاتين غطيت هنا هاد اللطا ودخلتها فقط للتلاجة احتبرد لي هاد القلاساج وقبط راسه مباشرة خرجتها وغدي نقطعها معكم بنسبة لهاد اللطا فيها 30 على 40 كيف ما اذكرت لكم بنسبة الجيها لي فيها 30 فكنقطعها على 3 باش لي ترنش كيجيني الشكل ديالهم مقد او للحجم ديالهم مقد بنسبة لها تجيها لي فيها 40 ديال سنتيم غدي نحاول نقسمها على النصف كيف ما غدي تلاحظوا معي بنسبة لاخوات لي ما يعرفوش يقطعوها على النصف فكتاخدو مصراء او للميترو هاكا كتعبرو باش كيجيوكم لترنش حاجم واحد ما كيجيكم شي كبير وشي صغير وفي كل مرة كنقطع فانا كنمسح بالمينديل كيف ماشتو معي او لكتديرو شي زويف وكتبقو كتنمسحو الموس ديالكم او لكتدو زوف المالي كيكون طيب طفي وغدي نكمل تقطع بها الطريقة لي كتلاحظو معي فكل نصف كيعطيني 5 ديال القطع يعني في المجموع ديال هاد اللطرنش غدي نحصل على 30 قطعة ديال اللطرنش لي شادتو معي بعد ما سالي تقطع فغدي ناخد هنا هي الكريمة اللي خليت كيف ما اذكرت لكم وضعتها في جايب حلواني وفي هاد القمع ومباشرة اخواتي كنديروا ريضات بهات الشكل وكيف ما كنقول لكم ديما بالنسبة لطريقة ديال تزين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم في الدار وعلى حسب الرغبة ديال كل سيدة انها غدي نستمر بنفس طريقة تنكمل ونيف اللول كنت غدي نزين بحويبات ديال الشوكولاتة ولكن جاني الشكل ديرهم مزوين غدي نحيدهم وغادي ناخد شوكولاتة العادية شكلات المربع كنجروب داك الموس اللي كنقيو به الخضاء وغادي نزين لطرنش من هاد الجانب بها الطريقة ممكن تستعملوا الفيرميسيل ديال الشوكولاتة أولا داك الحوبيبات ديال الشوكولاتة اللي كتكون ملونة ركتبع الناس اللي كيبيعوا لوازي من الحالويات المهم حاولوا تزينو على حسب اللي متوفر عندكم في البيت قدروا ديالو حتى اللوز كونكاسي او اللوز ايفيلي على حسب الرغبة ديالكم هنا يا بعد مساريت غدي ناخد هاد الكارتون هاد لكي يدار تحت من اللي ترونش ركيتبع الناس اللي كيبيعوا لوازي من الحالويات راكو اللي حباكت دير عشر ريال كيجيوا بصراحة في طريقة ديال تقديم ديالهم بهاد الكارتون كيجي راقي بزف هنا يا غدي نحاول ناخد قيطعة باش نمر لكم الشكل ديالها بنسبة لطريقة ديال الاحتفاظ ممكن تدروها يلا عندكم شي مناسبة او لعندكم معرضة فكتدروها فقط في التلاجة كتخليوها ليلة كاملة وكتقدموها لعائلة ديالكم او لا تقدرو تقدموها دبا مباشرة واللي بغت تحتفظ بها فكتحتفظوا بها في المجمد بعد ما كتغطوها مزيان بالبلاستيك الغذائي وكتدروها في المجمد را ما كيوقع لها حتى شي حاجة كتبقى لكم مدة لها طويلة شوفوا معي اطبارك الله وماشاء الله كيفاش كيجي وراء لطرنش كيجي وطوالين وغزالي القوام ديال الكريمة كيف ماشتوا معي هو هذا وبالنسبة للغلاسة جرا كيجي حتى هو بنين بنين بزاف شكون شكر راسورة داز من هنايا المهمة اخواتي كنقول لكم وصلنا النهاية ديالفيديو كنشكركم كاملين على المشاهدة ديالكم تلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة